السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي دائما في قناة غزل للطبخ اليوم ان شاء الله مع فيديو جديد سنحضر في واحد الحاساء اللي كيجي لديت بزاف وخصوصا بالنسبة للناس اللي ما كياكلوش القرع الاحمر اي اللي يقطين فهد الوصفة هادي غادي تجيبكم بزاف وغادي تستعملوها دائما ان شاء الله واحد المعلومة عرفتها على اليقطين بالنسبة للناس اللي كيعانيو من الحبوب في البشرة يقدرو ياخدو اليقطين او القرع الاحمر يحكو القشرة ديالو على البشرة ديالهم فهي كتحيد لهم الحبوب بالنسبة كذلك للناس اللي كيحرقها من رأس ديالهم فكذلك يقدرو يستعملو الماء دياللي يقطين يشلو بها الرأس دياله وهادي نتوزو المكونات هنا ياختيت ربعة ديال البصلات عفوا بس لاوحدة قطعتها على اربعة وعندي القليل من صدر الدجاج وجوج فصوص ديال التوم عندي جزره وحده مقطع على هذا الشكل وعندي اليقطين بعدما قشرته قطعته على هذا الشكل وعندي كأس من القشرة الطرية عندي الماء هنا يسخون وعندي جوج متلتات من الجبن ملح والفلفل الاسود وعندي ندزول طريقة اخذ الطنجرة ووضع فيها المكونات البصل وصدر الدجاج والجزر وفصوص ديال التوم ندفع لهم القرع الاحمر ندفع الملح والفلفل الاسود وعندي ثلاثة الكسان كبار ديال الماء طبيعة الحال هنا الماء كنت سخنته باش كيطيب لي هاد المكونات بسرعة يعني ما كتاخدش لنا بزاف ديال الوقت وغادي نوضعهم على النار والان بعدما وضعتهم على النار فانا غادي نخليهم حتى كيطيبوا تقريبا مدة نصف ساعة وغادي نتلاقاوا الآن بعدما وجدت العناصير يعني طابت فخليتها بردات واحد شوية وغادي نضيف عليها القشدة الطرية تقدروا تضيفوا كأس من الحالي بلا ما كانتش نتوفر قشدة طرية وغادي نضيف جوج متلتات للجبن تقدروا تضيفوا أي جبن كان متواجد عندكم بعدما وضعت القشدة الطرية والجبن فانا اخذيت هذا الخلاط وغادي نطحن به جميع المكونات جيدا لانا جميع المكونات طيبين وبنسبة الناس اللي ما عندهم شد الخلاط يقدروا يوضعوا في الترى بالكهرباء سوف يمكن انطحنهم جيدا كارجع نوضعهم على النار مرة ثانية ومن بعد ما وضعتهم على النار فانا غادي نخليه غلي 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 واحدة فقط وغادي نطفي عليه وذلك الساعات غنطلقاوا في الشكل النهائي دي للتقديم وصلنا الى الاخر الفيديو كما كتشوفوا بالنسبة لطريقة تزيين كتقة اختيارية انا هنا كنت اخذت القليل من القشدة الطرية وضعتها لها على الشكل هذا الاهم هو المداق لان مداقها صراحة كيجي رائع جدا خصوص الناس اللي مكتقترش تكون القرع الاحمر فهالطريقة هادي غادي يعجبكم بزاف وهدي ستستعملوه دائما ان شاء الله شكرا لكم بزاف شكرا للمتابعة ديالكم وتشجيعاتكم اتمنى من الفيديو ديال اليوم كنا لاعجابكم بالنسبة للناس اللي اول مرة تشوفوا القناة ديالي ما تنسوا وتفعلوا الجرس وتضغطوا على زر لايك باش تبصلوا بكل جديد ان شاء الله نتلقوا فيديو قادم الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة